كتاب الشيخ علي عبد الرازم الإسلام ووصول الحكم طبعا الضجة التي طارت في ذلك الوقت عندما نشر هذا الكتاب وأعتقد برضو حصلت له مشاكل بعد هذا الكتاب ده حقيقي والله مبدئين بس هو فيه علاقة شخصية مصادفة يعني وانا بروح الجم فهنا بستة اكتوبر في أحد الأسامي الجمات الشهيرة كان بيتمرن جنبي حفيد الشيخ علي عبد الرازم مصادف واسمه علي يعني علي اسمه في النص علي عبد الرازم وأتمنى أنه ما يكونش بتفرج عليها دلوقتي لأنه هقفش سرا أنه جده قال لأبي أنه احتمال ما يكونش الشيخ علي عبد الرازم هو اللي كتب الكتاب كلية ولكن كان فيه شراكة بينه وبين طاع حسين لأنه في الفترة دي 24 و25 و26 كان طاع حسين برضو عنده أفكار جريئة جدا وكان برضو كان بيتصادم مع الرأي العام في الأزهر وفي الحياة فهو كتب جزء من الكتاب والشيخ علي عبد الرازم كان رجل شجاع جدا لدرجة نوع أعلى فسواء يعني طاع حسين أو الشيخ علي عبد الرازم فهما الاتنين من المشروع من واحد يعني خليف محتوى الكتاب نفسه ده حقيقي فأعتقد أن احنا ضيعنا وقت كبير يعني من 24 و25 لحد 2020 يعني فوق التسعين سنة لحد ما طلع الشيخ الأزهر أو طلعت لجنة الفتوى أو مركز المحسن الإسلامية بيقر نفس اللي احنا قعدنا نحارب فيه من تسعين سنة أن الإسلام لم يأتي بنظام ثابت وملزم للحكم وأن إقامة الدين ليس من الضروري معه إقامة الدولة وأن الدين قائم حتى مع وجود دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية مع وجود الدولة أو مع انهيار الدولة إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والمعاملات الإنسانية كلها والأخلاقيات الدينية كلها ما يفوق التسعين أو الخمسة وتسعين في المائة من حياتنا اليومية نستطيع أن نقيم الإسلام دون نموذج معين لشكل السلطة فيه وأن الصراعات الكبيرة جدا على السلطة اللي حصلت فيه عشرات السنين اللي فاتت لم تجلب لنا إلا المئات وملايين القتلى وفقط ولم تجلب لنا إلا ضياع مفاهيم دينية لو كنا كفحنا فيها على المستوى الاجتماعي ومستوى الأمة لكنا نجحنا أكثر من مفهوم الدولة